السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر وبسبب الفتن والحروب التي شنت عليه صلوات الله عليه وبأبيه وأمي اضطر كما تعلمون لأن ينتقل إلى الكوفة ويتخذها عاصمة له هناك مني علي عليه السلام بمجموعة من الأوباش ممن هم معدودون عند أهل الخلاف من التابعين ممن لم يعاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنهم عاصروا عمر مثلا ولا تنسوا أن عمر هو المؤسس الفعلي والحقيقي للكوفة يعني الكوفة ما كان لها أن تتمصر تصبح مصرا بلدا يسكن فيه الناس لو لا عمر لأن أصلها ماذا كوفة الجند عمر أرسل جندا للفتح وحتى من العراق أيضا يفتحون بلاد فارس وما وراءها فاتخذ هؤلاء هذا الموضع كمكان لتجمعهم مع مرور الوقت تحول هذا الموضع إلى بلدة سكنوا فيها بلدة عامرة خصبة ثرية لموقعها الجغرافي لإمكانياتها لمن فيها قبائل بأكملها هاجرت إلى الكوفة فالكوفة أصلها عمري الآن هي علوية أساس تأسيسها عمري عمر أسس هتر فلذلك الطبق الأولى من أهل الكوفة طبق الأولى أهل الكوفة الأوائل الأوائل هؤلاء كانوا يحبون عمر بن الخطاب كانوا يجلونه عمر بن الخطاب حكم عشر سنوات هذه العشر سنوات كانت كافية في هندسة الثقافة الكوفية فكيف إذا أكملها عثمان باثنتين عشرة سنة من ورائها يعني المجموعة يصير جد 22 سنة يعني هذا الطفل الكوفي اللي ولد في السنة الأولى من حكم عمر هذا حينما جاء علينا إلى الكوفة كان عمره جد 22-23 سنة كبير شاب يافع هذا متربي طوال هاي المرحلة على شنو؟ على دين عمر وثقافة عمر وثقافة اليهودية والفكر اليهودي والسنة العمرية لذلك لما علي عليه السلام جاء وحكم الكوفة أصدر أوامر بمنع بعض بداع عمر منها مثلا صلاة التراويح فماذا حصل؟ أهالي الكوفة أنفسهم هؤلاء خرجوا على علي عليه السلام مظاهرات بالشارع بالمسجد الجامع وهم يقولون وَسُنَّةَ عُمَرَهُ أليست هذه مأساة أن مسلمين بالله عليكم ينتفضون لشيء اسمه سنة عمر في حين أن الإمام الحق الخليفة الشرعي ينهاهم عن ذلك ويقول هذه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله أداء نوافل رمضان جماعة بل نها عن ذلك هي بدعة أما أخذتكم الغيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذتكم الغيرة على سنة عمر انتفضتم لأجل عمر وسنته هذا معناه أن هناك تعصبا وغلوا وانهماكا في البدعة العمرية يفوق التصور ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا